أعرب رئيس البرلمان العربي عدل العصومي عن شكريه لمصر على جهودها في حل الأزمة في قطاع غزة وطلب العصومي بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نشكر كل الجهود العربية والدولية التي ساهمت في مساعدة الأخوة في غازة على رأس المساعدات الإنسانية ونشكر بالأخص جمهورية مصر العربية على ما تقوم من دور كبير وطبعا الشكر الخاص لفخامة رئيس الفتاح السيسي الذي من اليوم الأول وهو يبدو المساعي كبيرة سواء عن مستوى السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني الجهود المصرية أمانة واضحة في هذا الجانب ونشكر الدول العربية التي ساهمت في حدوث الهدنة جمهورية مصر العربية ودولة غطر وطبعا ما رأيناه الآن من مساعدات كبيرة يبين تعاطف المجتمع الدولي بشكل عام وتأييده ودعمه للأخوة لغازة ورفضه ودانته للعدوان الذي أمانة هو عدوان على الإنسانية عدوان على القانون الدولي يجب علي كل القوات الدولية وكل المنظمات وكل الدول أن تدفع في جانب واحد فقط وهو وقف هذا العدوان بشكل نهاي ترجمة نانسي قنقر